أوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبد الرقيب فتح أن الأوضاع الإنسانية في المحافظات التي تخضع للإنقلابين تزداد سوءا كل يوم وقال خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات الإنسانية أن الحصار الذي تفرضه الميليشيا الإنقلابية على تلك المحافظات وقيامها بنهب المساعدات المقدمة يفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد وشدد عبد الرقيب على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا الإنقلابية لفك الحصار وإيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها مثمنا دور الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات الإغاثية وإيصال المساعدات وطالب المسؤول اليمني المنظمات الدولية بإدانة الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية من حصار المدن وتفجير المنازل ونهب المساعدات الإغاثية وتحديد موقف تجاه هذه الأعمال الخارجة عن جميع القوانين الدولية